لم تبتعد كثيرا عاصفة حملة الإقالات والتعينات التي انطلقت بها الحكومة منذ نحو ستة شهور إلا وعادت عاصفة إقالات من طراز استبدال مواقع نحو الستين مديرا عاما بحسب مصادر أكدت عقب قرار مجلس الوزراء بأنها وجبة أولى ستعقبها وجبة ثانية تطال ما مجموعه بالوجبتين نحو مائة وخمسين مديرا عاما من وجهة نظر رسمية توضحت الأسباب باستبدال المدراء العامين وفق اعتماد لجان متخصصة شملت عملية تقييم أكثر من أربعمائة مدير في الوزارات فقط فيما بقي نحو ثمانين آخرين لم يتم تقييمهما هي عاصفة إذن من وجهة نظر محللين رأوا أنها ستثير اعتراض أحزاب سياسية أو إرباكا في الوزارات والهيئات التي كانت تابعة لوزراء ومسؤولين من التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية قبيل تشكيل الحكومة صوت آخر خرج من تفاصيل التعليق على القرار الحكومي بتوصيفها عملية اتباع سياسة المحاصصة المتبعة في توزيع الوزراء عملية يتوقع مراقبون أن تكون مرحلة مسبقة لمرحلة تعديل وزاري قادم على الطريق بحسب المؤيدين لخطط الحكومة في الإيقالات والتعديلات إذ أكدوا أنها تهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لرواتب يصل تقديرها إلى نحو أربعمائة مليار دينار بيان الحكومة أكد التزامها بمفردات الإصلاح الإداري والبحث عن مدراء لا يتبعون أحزابا سياسية وبدأ العديد من المراقبين يطلقون المخاوف من أن يكون البدلاء لعملية التغييرات من قبل الكتلة المهيمنة حصرا والتي شكلت الحكومة الحالية حيث أن سر استمرار نفوذ العديد من الكتل هو سيطرتها على ما يسمى عراقيا بالدولة العميقة وبين هذا وذاك تبقى التغييرات والإعلان عنها والوعود بالإصلاحات كلها أمام اختبار واحد أن تتحول إلى تطبيق واقعي يلمسه الناس على الأرض ترجمة نانسي قنقر